تدريجيا إلى كل ما ذكرتيه الآن بتبسيط أكثر وباستفادة أستاذ دافرينا بقى دائما في هذه المسألة التي التحديات وأيضا المعاناة التي تعانيها المرأة داخل المشهد الإعلام داخل المجال المهني ربما كانت أحد الإشارة في الجزء الأول أن المرأة وصلت إلى إدارة المؤسسات الإعلامية عدة مؤسسات إعلامية لكن دون أن تتساوى بالرجل في صنع القرار ما زالت ملكية وتسيير كبريات المؤسسات الإعلامية في يد الرجل يحتكر التسيير والإدارة ربما هنا نتساءل العائق أليس هذا ربما يعيق عمل المرأة داخل المجال المهني وبالتالي لن يساعد المرأة على تطوير ذاتها على تطوير أدائها المهني نعم عندما تكون ستحبط عندما تكون الأبواب مفتوحة أمام الطموح فهذا كي يكون محفز كبير لكي تضاعف المرأة من قدراتها ومؤهلاتها وإلا سوف تشعر بالإحباط وستشعر وستقول بأنه مهما كانت الأمور فإن وضعي لن يتجاوز هذا الوضع القائم الذي يعيشه الآن بل أكثر من ذلك أنه في بعض المؤسسات الإعلامية عندما تصاب بالإفلاس فإن الصحفيات الإعلاميات يعانين كذلك من هذا الأمر بحيث هناك فكرة تقول بأنه ربما النساء هنا الأكثر قدرة على أولوج المؤسسات الإعلامية لا هذا خطأ انطلاقا من واحد الواقع الذي هو مدروس فمؤسسات التكوين العلمي الأكاديمي الآن والمعاهد الدراسية في مجال الإعلام فهي فيها عدد كبير من الطالبات اللواتي يدرسنا مادة الإعلام وكي يكونوا يدرسوك تكون لديهم طموح أو أحلام على أساس أنهم ربما ستحققوا بمؤسسة في التلفزيون أو إدعاء أو جريدة دائعة الصيط لكن المشكلة أنه هناك ضيق للسوق العمل فهذا ضيق للسوق العمل كي يجعل حتى المرأة أحيانا لو حصلت على نصف فرصة لكي تشتغل لن تتوانى لن تتوانى وبذلك فكتكون الفروض عليها هذا الإقراع أنها تخضع وربما في هذه اللحظة التي تقول أنه يجب أن نشتغل مهما كان الأمر لأن الفرص منعدمة هنا في هذه اللحظة يمكن أن يتمارس عليها الكثير من الأشياء وربما أنها ستكون دائما هي في تلك الدرجة التي ضروري من الرجل يجب أن يكون دائما أعلى منها دائما أعلى منها معنويا وماديا واجتماعيا ومجالس الإدارة الكوبرة لأن هناك المقاولات الآن ليس غير الإعلام التابع للحكومة أو الدولة هناك المقاولات الإعلامية عندها رؤساء مجلس إدارة للناس لديهم أسهم في مالية قليل فين تلقى النساء النساء لا يستثمر في المجال الأعلامي للأسف يعني يرغبنا في العمل في المجالات التي فيها الأدواء ولكن قليل فاش تلقى امرأة مثلا لبس عليها ولا ثارية ولا مستثمرة أو مقاولة التي تستثمر في الأعلام يعني أمر مزير سيدة رويدة في ظل هذه المعتقدات السائدة وهذه الأفكار المتكلسة حول هذه الأدوار النمطية التي توضعتها المرأة في المشهد الإعلامي عملها سأعود ربما هذه فكرة أوحالي بها نقاش مع أستاذ الدفري يبقى العمل محصور في شكلها في جمالها ولا يتم التركيز على كفاءتها وبالتالي ما تقدرش أنها تبت داتا مهنيا ربما هذا الأداء المهني المرأة اللي كيبقى محصور وربما هذا اللي كنشاهده في كل الفضائيات العربية أن المرأة توكل لها مهمة العمل في برنامج ديال الأزياء في برنامج ديال الطبخ وبالتالي أو التجميل أو الجمال وتقصى من البرامج الحوارية السياسية الفعالة لعند دور داخل المجتمع لماذا هذا الإقصاء؟ هي بالدرجة الأولى تقصي نفسها بنفسها هذه معاناة لأنه مجالات مثل السياسة والعمل السياسي والعمل البرلماني والعمل الحكومي ليس سهل يعني ليس كل إمرأة عندها القدرة كما قلت أن تلتزم بمعايير هذه المجالات العمال تستطيع أولا أن توفق تستطيع أن يكون لديها التحديات التخلى على الكثير من الأمور لأنه حتى الرجل عندما يعمل في هذه المهن السياسية يكون عرضة إلى الكثير من الأضواء والتضارب الحياة الخاصة يعني نحن نحتاج عندما كنا نتكلم في السياسة وعندما كنا نكتب بقالات سياسية كنا نحتاج إلى جرعات كبيرة من الثقة واللا مبالات حتى نتحمل كمية الشتائم التي تنزل على رؤوسنا في مواقع التواصل الاجتماعية من أشخاص هم نكرة لأنه لا يضعون أسماء وإن وضعوا أسماء فهم نكرة في الحياة يعني عندما تكون المرأة تعمل في السياسة ونحن نفهم أن السياسة خاصة في المنطقة شرق الأوسط ترتبط بالدين يعني النزعات الدينية ترتبط بالنزعات العرقية ترتبط بالتعصب الطائفي والمناطقي والعرقي وإلى آخره وبذلك يعني عندما يتفق معها فئة من الجمهور سيصفق لها ويجعلها قديسة وعندما يختلف معها سيجعلها في أسفل المرأة فقط بمجرد الشتيمة واللفز يعني هل نحن في المجتمعاتنا ربينا نساء بالفعل قادرات على تحمل هذه الدرجة من الضغط الاجتماعي خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعية مواقع التواصل الاجتماعي اليوم في العالم تدمر البيوت والمنازل والعائلات وتدمر مستقبل بعض النساء وتجمل البعض الآخر خاصة العاملات في مجال الإعلام فما بالك بالإعلام السياسي الذي هو أكثر حساسية وأشد خطرا يعني حتى مثلا في مصر مؤخرا يعني هناك إحدى الإعلاميات التي يعني يتم التعرض لطفلتها فقط لمسألة ازدواجية الجنسية يعني يستعملون حتى الأمور الشخصية لإذلال المرأة وتركيعها كي لا تكتب في السياسة أو في الشأن العام أو إلى آخر وقليل بعض النساء اللواتي يصبرنا ويصلنا إلى مرحلة من اللامبالات ولا ننسى أن عائلات هذه المرأة عائلات هؤلاء النساء موجودين أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فمن يتحمل أيضا ومن يتقبل أن يكون لديه كل المحيط به المتفجي واعي